دعا البرلمان العربي إلى ضرورة بلورة سياسات وخطط غير تقليدية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وشدد المجلس على ضرورة تصدي لتلك الظاهرة وتوفير فرص العمل وإيجاد بدائل آمنة للراغبين في الهجرة عقد اليوم بمقر البرلمان العربي اجتماع لبحث سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية والتصدي له هذا الاجتماع الذي يأتي تدعيما لأواصل التعاون بين الجانبين العربي والأوروبي في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وأيضا ضرورة مواجهة الجريمة وتطورها في ظل التحديات والأزمات التي يشهدها العالم حاليا تحديات الدولية حتمت على الجميع التنسيق لمواجهة خاصة فيما يتعلق في الوكالة الأوروبية لمواجهة الجريمة والتصدي لكثير من السلوكيات المرفوضة والتي تنافى مع العرف والمواثيق الدولية خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين الدولة المصرية برضو بتعمل على حماية الحدود الخاصة بيها ومنع أي اختراق للحدود وتم القضاء على الهجرة الغير شرعية خارج الحدود المصرية دم جود كبير تم من القيادة السياسية والتي على رأسها سيدة رئيسة الفتاح السيسي اهتمامنا كدولة جمهورية مصر العربية بالتشريعات والقوانين الخاصة لحماية الدول وانحنا النهاردة في استقبالنا لبعض اللاجئين من دولنا العربية والأفريقية بنستقبلهم كوجودهم في بيوتنا وقصرنا يشاركونا كل كبيرة وصغيرة وهي دي جمهورية مصر العربية اشكرا لكبرلمان العربي على حفاوة الاستقبال اليوم وود أن أقول أنها كانت بمثابة فرصة عظيمة وهائلة لنا من أجل أن نتبادل النقاش والمعلومات والمعرفة أيضا في متعلق بحماية وحرس الحدود والنقاط المطلقة بالهجرة غير الشرعية وما إلى ذلك وتبذل الدول العربية بالتعاون مع البرلمان العربي والمنظمات الدولية جهودا كبيرة في التعامل مع الأسباب الجفرية للهجرة إضافة إلى توفير فرص عمل للمهاجرين وكذلك إيجاد بدائل آمنة لراغبين في الهجرة تعويضا عن الهجرة غير الشرعية